إن شاء الله حبيباتي بمكونين رائعين متوفراً في كل بيت سوف نعالج كل مشاكل البشرة سوف نفتح البشرة نوحد لون البشرة كذلك وسوف نعالج حتى التجاعد ونعمل على علاج كل الخطوط التي تكون على البشرة سواء التي تأتي مع التقدم في السن أو الخطوط التي تكون بسبب التعابير يعني تعابير الوجه إن شاء الله بمكونين سوف نحضر مجموعة إن شاء الله من الخلطات لدينا هنا كما تعلمون الفازلين وكذلك النشان شدراء أو ما يسمى بالميزنة هل تعلمون أن لهذه المكونات فوائد مذهلة وتعطيكم نتائج رائعة للبشرة وأيضاً سوف تزيل كل الخلايا الميتة إذن على بركة الله الآن سوف نمر حتى نتعرف على مجموعة من الخلطات بهذين المكونين اللذان سوف يعطيها النتائج ستكون سحرية إذن على بركة الله سوف نمر الآن للتعرف على أول خلطة إذن على بركة الله بالنسبة لأول خلطة ستكون خلطة لعلاج التجاعيد الخطوط الصغيرة حول العين والفم والتجاعيد في الرقبة وكذلك حتى لمن تعاني من تجاعيد اليدين كما نعلم التجاعيد هو رعب حقيقي وخاصة في حال يعني ظهرت قبل وقتها بشكل مبكر لذلك اليوم إن شاء الله سوف نقوم يعني بالعودة إلى الزمان إلى الوراء بهذه الوصفة التي ستعطينا بشرة خالية من أي التجاعيد وتلك الشوائب سوف نأخذ هنا كمية من الفازلين وسنأخذ إناء مناسب سنأخذ تقريبا لدينا هنا مقدار ملعقة صغيرة من الفازلين من الأحسن أخذ أو شراء الفازلين الطبي أضع تقريبا مقدار ملعقة صغيرة من الفازلين مكون ممتازة رائع جدا وأيضا نفس الكيمية أيضا من النشانة شدرة أو ما يسمى بالميزنة مفتح أيضا مرتب معالج للتجاعيد وأيضا يحتوي على فيتامين سي يعمل على تفتيح البشرة وكذلك تغذية بشرتكم بالإضافة إلى أنه سوف يعالج كل الشوائب وكآخر مكون أنا سأضيف هنا ملعقة صغيرة من العسل العسل الطبيعي عسل النحل وسنبدأ بالخلط جيدا ندمج جيدا المكونات إلى غاية ما يندمج لنا هنا الفازلين ويندمج مع العسل وبطبيعة الحال النشا خلطة ممتازة علاج للتجاعيد وأيضا تعمل على تفتيح البشرة ترطبها لمن تعاني من جفاف البشرة سواء أكانت بشرة الوجه أو بشرة اليدين استخدموا هذه الوصفة يمكنكم أنتم أن تقوموا بتحضير كمية كبيرة واحتفظوا بها في علبة أو إذا كانت لديكم علبة فازلين فارغة قوموا بالاحتفاظ بهذه الوصفة فيها وقوموا باستخدامها بشكل يومي من الأحسن دائما دائما أن نقوم بذهن البشرة بهذه الخلطة قبل النوم حتى تبقى البشرة دائما رطبة ونحميها أيضا من الجفاف ومن التجاعيد التي قد تكون تجاعيد مستقبلية دائما إذا كنا نعتني ببشرتنا وترطيبها فالتجاعيد إن شاء الله لن تأتي وكذلك ستبقى البشرة شابة كما تلاحظون قمنا هنا بخلط هذه المكونات جيدا إلى غاية ما تجانست وأصبح المزيج بهذا القوام سنأخذ بطبيعة الحال هذه الكريمة التي قمنا بتحضيرها وعلى بشرة تكون نظيفة ضروري من تنطيف البشرة بالماء الفاتر والغسول الخاص بكم ثم نجفف البشرة بعد ذلك نوزع خلطة الفازلين والنشا مع العسل على الوجه الرقبة كما قلت لديكم أيضا إذا كانت لديكم تجاعيد على مستوى بشرة اليدين أنصح باستخدام هذه الوصفة تعمل على شد البشرة ترطيب الجلد وإزالة كل الشوائب بالإضافة إلى أنها سوف تعمل على تفتيح وتبييد البشرة أنا في الحقيقة أستخدمها لبشرة الوجه الرقبة وحتى اليدين لأنها تعطيني كذلك تفتيح وترطيب بالنسبة لهذا الكريم فهو يناسب كل أنواع البشرة بالنسبة لمن بشرتها جافة دهنية مختلطة أو حتى دوات البشرة الحساسة أنصح باستخدام هذا الكريم كما تلاحظون أتركوا هذه الوصفة تقريبا مدة ساعة حتى تتشربها البشرة كما يمكنكم فقط أن تأخذوا من دي الورقي تقومون بمسح الطبقة العلوية من هذا الكريم وقوموا بالمبيت به حتى الصباح ستحصلون على بشرة بيضة وأيضا رطبة وخالية من التجاعد هذا بالنسبة إلى وصفة إزالة التجاعد والخطوط الآن سوف نمر إلى الخلطة الموالية بالنسبة لهذه الوصفة إن شاء الله إذا كنتم تشعرون أن بشرتكم قد فقدت الحيوية أو تريدون تحفيز الخلايا على التجدد والحصول على بشرة جديدة مشرقة برقة بشكل طبيعي لا تحتاجون معها إلى تطبيق أي كمية من كريم الأساس إن شاء الله سوف نحضر وصفة ستعطينا بشرة مثالية إذن على بركة لك أول مكون سأضيف هنا ملعقة صغيرة من الفازلين الفازلين بطبيعة الحال دائما أقول من الأحسن بالنسبة لبشرة الوجه استخدام فازلين يكون طبيعي نضع تقريبا مقدار ملعقة صغيرة من الفازلين وأيضا سوف نضيف ملعقة صغيرة كذلك من النشا نشا الدراء أو ما يسمى بالميزنة وكآخر مكون لدي هنا زيت جوز الهند سأضيف ملعقة من زيت جوز الهند سأضيف هنا تقريبا مقدار ملعقة من زيت جوز الهند هو الآخر رائع رائع مفتح للبشرة مبيض ومعالج كل لمشاكل البشرة لمن تعاني كذلك من جفاف سوف يعطيكم نظارة تبييض إشراقة لبشرتكم زيت جوز الهند من بين الزيوت التي تتشربها البشرة بسرعة لذلك أنا دائما أنصح باستخدامه سواء كمرطب للبشرة أو كزيت مزيل ومعالج للتجاعد لبشرتكم سوف نقوم هنا بالخلط جيدا حتى نقوم بتحضير كريمة بالنسبة لوصفات اليوم يعني يمكنكم الاحتفاظ بها تبقى صالحة لمدة أطول يعني حتى تقومون بالانتهاء من كمية الوصفة حتى تنتهي كمية الوصفة استخدموها بشكل يومي لاحظوا القوام كيف يكون يكون سهل فرده وتطبيقه على البشرة دائما حبيباتي على بشرة تكون نظيفة سنأخذ من هذه الوصفة وسنقوم بتطبيقها على بشرة نظيفة سنقوم بالتدليك تدليك البشرة تقريبا مدة ربع ساعة مع التدليك بلطف نطبقها بطبيعة الحال على بشرة الوجه أيضا بشرة الرقبة اليدين بالنسبة لتدليك البشرة ضروري جدا حتى نقوم بتنشيط الدورة الذموية في بشرة الوجه وأيضا حتى نقوم بإيصال الدم إلى كامل خلايا البشرة وتعمل على التجدد هذه الطريقة ممتازة رائعة كذلك بالنسبة لهذا الكريم يمكنكم أن تقوموا بعمله وتقومون بتركه على بشرتكم مدة ليلة كاملة في الصباح تقومون بغسله بماء يكون فاتر ثم بالماء البارد ستحصلون على بشرة رطبة يعني بشرة متفتحة أيضا سوف تعمل هذه الوصفة حتى على توحيد لون البشرة لما لا يمكنكم استعمال واحدة لبشرة اليدين القدمين أو الجسم بالكامل ستعطيكم ترطيب تفتيح كذلك إذن كما رأيتم حبيباتي كان هذا هو فيديو اليوم ووصفات الفازلين مع النشا التي تمنح ترطيب نظارة وأيضا تعمل على جعل البشرة بشرة شابة بدون تجاعد بدون شوائب وبدون إصمرار أتمنى أن تجربوا هذه الوصفة لأنها فعالة وأيضا ممتازة وتمنح نتائج رائعة وفي وقت وجيز جدا لذلك يجب أن تقوموا بعمل هذه الوصفات أيضا ستعطيكم نتائج رائعة أتركوا لتجربتكم وأيضا تعليقكم في التعليقات إن شاء الله لمن لديها أي سؤال أو تريد أي وصفة فقط أتركوا لطلبتكم سأجيبكم إن شاء الله وألبي طلبكم بإذن الله إذن نلتقي في فيديو جديد مع وصفة جديدة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر